بالنسبة ليه السؤال التاني سيتم وكمال وانها عندها هي مريضة نسأل الله سبحانه وتعالى انه يتم لحضرتك الشفاء التام الكامل وبتقول انه في مشكلة في المستقيم فبالتالي هي لا تتحكم فيما يخرج فبالتالي هي بتقول ايه الوضع بتاعي اثناء الصلاة بعد الوضوء حريك بتتطهري عادي يعني تتوضي عادي جدا لو في حاجة قبل الصلاة بغير الحفاظ اللي بيتحط وأتطهر وأتوضى وبعد كده بتوضى بعد دخول الوقت ما بتوضاش قبل دخول الوقت يعني اسمع الازان الاول انه بيرفع الازان وبعد ما اسمع الازان ابتدي انه انا اقوم بقى بعملية التطهير والنظافة وتغيير الحفاظ وبعدين الوضوء وابدأ في الصلاة ولا تلتفتي لأي حاجة بعد كده بتخرج اثناء الصلاة لان حضرتك صاحبة عزر سيدتي الفاضلة وشفاك الله وعفاكي واسأل الله رب العرش العظيم ان يشفيك والانسان على طول بقى بكل الاذكار اللي قلناها وان شاء الله نحاول نحن نذكر حضراتكم بغيرها من الاذكار ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء والعافية والتوفيق الى اسباب الشفاء والعافية اللهم امين